قصة مأساوية محزنة وملجعة صدمت الشارع اليمني بأكمله هذه الطفلة علا غانم ابنة الإحدى عشر ربيعا من محافظة ريمة تعرضت علا للتعذيب والمعاملة الوحشية وعلى يد من أبوها وأقاربها قبل أن يقوموا ببيعها كجارية تفاصيل القصة بقدر ما هي صادمة بقدر ما هي حقيقية للأسف روتها بلسانها عبر تسجيل مصور تحكي فيه أن خالتها زوجة أبيها قتلت أختها الصغيرة أما أخاها الأكبر فهرب من المنزل عنفت وعوملت معاملة قاسية وبشعة بعد ذلك أخذها الأب إلى عمتها وزوجها الذين قاموا بتعذيبها أيضا وبيعها كجارية لرجل مسن لخدمته بمبلغ مئتي ألف ريال أي ما يعادل ثلاثمائة وخمسين دولارا ليتناوبوا بدورهم هو وأولاده بتعذيبها أيضا ليبدأ الموضوع موضوع الطفلة ينكشف للحي فخاف أقاربها وعملوا عقد زواج بمليون ريال تقسمها العم والأب مزورين عمر الطفلة إلى تسعة عشر عاما خافوا أكثر وقرروا التخلص منها بإبلاغ الرجل المسن وأولادها بقتلها لكن رحمة الله كبيرة بها جعل من زوجة هذا الرجل تهرب الطفلة إلى أن وصلت منزل عاقل القرية ومن ثم تم إبلاغ الجهات الأمنية بالجريمة التي تجاهلت الشكاوى الطفلة علا تعرضت لجميع أنواع التعذيب ولا يوجد موضع في جسمها إلا وهو محروق أو مصاب منها إصابات في مناطق خاصة بجسدها وفقدت إحدى عينيها بحسب التقرير الطبي لنشاهد الطفلة وهي تحدثنا عن إصاباتها هذا ما هو؟ عملت بك عمتك؟ هذا ما قتلت بك ضربة هكذا؟ أنا أشوفها أنا بوطعنا هذي هذي ما هي هذي؟ رزعت بك عرض الربح هذا رزعت بك عرض الربح هذا رزعت بك عرض الربح وأبوك أدري لم أدري أبوك؟ أعطي كسر لي اللي أبوك كسر لي يدك؟ هذا حرق من حرقك؟ أمّك كل هذا محرق كيف حرقتك؟ مانح مانح بمفاير فورة النحو وهذا شوف؟ كيف ترى أينك؟ هل ترى أينك ترى أينك؟ هل ترى أينك؟ ترى أينك؟ لم ترى أينك؟ معاملة وحشية وقاسية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي قال رئيس وكالة أنبائها نصر الدين عامر أنه تم القبض على الزوج وإصعاف الطفلة وتحويل القضية إلى البحث الجنائي بعد أن حاول التشكيك بالتقرير الطبي حول عمر الطفلة وعدم تجاوزها 11 عاما بأن أحد الشهود شهد بأنها بنت التاسعة عشر عاما على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التضام المطالبين بمحاسبة كل متسببا بهذه الجريمة صلاح الحارثي قال أنا مستعدة بناها وأربيها وأعيشها أحلى عيشة بشرط أبوها الحقيري تنازل عنها حصبي الله ونعم الوكيل بليغ شيباني قال حصبنا الله ونعم الوكيل إيش من قلوب معهم الناس دولة أبي يقتل بنته ويعذب الثاني ويبيعها لو في دولة صح بيعدموا الأب وزوجته ويعلقوهم ثلاث أيام بالتحرير أما روان فعلقت والله تعبنا من اللي حصل ويحصل وبيحصل البلاد حقنا من سيء لأسوأ كل واحد يحيي ضميره ويتفقد اللي حوله واللي بقريته أوقفوا الظلم ما استطعتم قد ما يتفاق من ظل نفجع بقضايا جديدة حسام المثنى قال على الله بس ما تستقطب هالمنظمات ذحين وترجحها ساعة هذه اللي قبلها حق زمان اللي مدري إيش اسمه وحصبي الله ونعم الوكيل بمن كان السبب بقضيات البنت أما على تويتر سابقا اكس قال سالم ربيح نحن أمام عدة جرائم مركبة قم بها مجموعة من الأشباح انسلخوا عن إنسانيتهم ويتجاوزوا الوحوش المفترسة في وحشيتها إن لم ننتصف لعلا وأخويها فلا نستحق الهواء الذي نتنفسه بعد أن تحاولت القضية إلى رأي العام تحركت الجهات الأمنية وتابعها المحام والضاح قطيش الذي تحدث عن آخر مستجدات القضية بضبط الأب والزوج وأحد شهود عقد الزواج وإيداعهم السجن وإرسالهم للنيابة للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم وإصدار أوامر بضبط بقية من لهم صلة بقضية الطفلة علاء الطفلة علاء تعرضت لانتهاكات بشعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولن يوقف منتهيكيها وأمثالهم إلا قانون صالم وهذا ما نفتقده في مناطق سيطرة الحوثي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة